عقد قسم الدعوة والإرشاد في هيئة علماء المسلمين ندوة بعنوان دماء الشهداء ومداد العلماء دور شهداء الهيئة في إصلاح المجتمع وتغييره بحضور فضيلة الشيخ الدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين وعدد من المشايخ والباحثين وطلبات العلم أهلا وسهلا بكم عزائنا الحضور في ندوة الشهادة التي زاوجنا في عنوانها بين دماء هي ماء الحياة ومداد هو النسق الصاعد لاستئناف مسيرة الحياة ولأن الله تعالى يقول ويتخذ منكم شهداء نحن اليوم نجتمع لنسلط الضوء على فضيلتين فضيلة العلم وفضيلة الشهادة فكيف إذا كان الشهيد عالماً عاملاً حاملاً لهم الأمة؟ وتناولت الندوة ورقتين تضمنت الأولى مكانة الشهيد في الإسلام للشيخ الدكتور إسماعيل الفراجي نائب مسؤول قسم الدعوة والإرشاد في الهيئة قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم فالشهادة في سبيل الله من أعظم القربات وأثمنها ففيها يقدم المؤمن أغلى ما يملك على الإطلاق إرضاء لله ودفاع عن دينهم فيما تحدثت الورقة الثانية في الندوة عن دور شهداء الهيئة في إصلاح المجتمع للشيخ الدكتور إبراهيم الحسان عضو الأمانة العامة للهيئة هم نبراس ويحيي الله بهم القلوب الميتة ويقوي بهم الهمم الضعيفة عندما تسمع مثل هذه القصص وتنظر إلى مثل هؤلاء الرجال في الحقيقة تزداد همه وتزداد زهداً في هذه الحياة التي تركوها من أجل الله ومن أجل دين الله ومن أجل بلدهم ومن أجل الحفاظ على دينهم وعقيدتهم وخلصت الندوة إلى أن الشهادة اصطفاء واختيار من الله لرجال حمل النية الصادقة والعزم لمجابهة مخططات الاحتلال فكان لهم الدور الكبير في شحذ الهمم فنالوا أشرف الموت موت الشهادة